عندما تقع الأزمة والكارثة في بلد البلد عادة تتحمل كله الجانب الأكبر من المسؤولية والجانب الأكبر من الكارثة ويبقى الظور الآخرين هو التخفيف قد غمى من وقع هذه الكارثة مصر يعني علاقتها بالسودان علاقة قوية وعلاقة داخل اختبارات كثيرة وأعتقد أن المصالح المصرية السودانية مصالح متغاربة وتكاد تكون موحدة وأنا شايف أن حجم التعاطف المصري لموجود غاهن في السودان يساعد على تخفيف هذه الأزمة طيب زي فإندي ممكن هذا الدور ينعكس على المستويات الأخرى للسيام على المستوى السياسي على المستوى التنسيقي وإحنا بنتكلم طبعا على أزمة ملف سد النهضة إزاي هذه المجهودات وهذا الزخم في العلاقات المتنامي خلال الفترة الأخيرة ينعكس على الملفات المشتركة يعني ما فيش لنا إلا الحوار وقبول يعني وجهات النظر الأخرى والتفاعل مع الإيجابي من كل هذه الأشياء وبعدين طبعا يعني بقدر من الإمكان يعني عسلاً إن دلوقتي بقى في مركعية أفريقية يمكن تصحرح ويمكن إن هي تحتكم إليها والمشواة طويلة لأنه لكن من المؤكد يعني إنه علاقة مصر بالسودان علاقة مضطردة مضطردة مع علاقة قوية مع علاقة في حالة اضطراض وتقدم مستمرة نعم طيب لو انتقلنا للملف الآخر اللي هو ملف سد النهضة وطبعا هو الغيب دلوقتي لم يشهد أي جديد بخلاف الوجهات النظر المتبينة ما بين مصر والسودان من جانب وما بين إثيوبيا من الجانب الآخر طبعا حدوك برضو يعني مشكورا تحدثت عن المرجعية الإفريقية هناك من لا يثق في هذه المرجعية في النهاية ويعتقد ان هي منحازة إلى الجانب الإثيوبي سوف يخطع للتفاوض وللمصطع القادمة واعتقد طبعا ان افريقيا الموحدة لها دور الآن في الكلام وان بتلعب دوره وكان واضح جدا ان الدور ده في تزايد مستمر يعني شايف ان السكك مش مغلقة شايف مجي مسارب كثيرة يمكن ان تؤدي بالفعلة إلى تسوية هذه المشكلات اللي يصعب تسويتها نعم نعم موسيقى